مختصر البصائر إنه الكتاب الذي قرأت عليكم منه في الحلقات المتقدمة في أصله لأحد أصحاب أئمتنا بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القموي رضوان الله تعالى عليه اختصره أحد أعلام الشيعة من أعلامهم في القرن الثامن الهجري الحسن بن سليمان الحلي وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في صفحة الثامنة والستين بعد الأربعمائة إنها خطبة من خطب أمير المؤمنين تعرف بخطبة المخزون أذهب إلى موطن الحاجة منها الخطبة طويلة أمير المؤمنين أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته يقول يا عجباً يا عجباً من هنا من هنا أطلقت على الرجعة الصغرى بأنها الرجعة العجيبة يا عجباً يا عجباً وأيه عجباً يا عجباً يا عجباً كل العجب كل العجب كل العجب بين جمادة ورجب بحسب الأحاديث بحسب الأحاديث بحسب الروايات ومن خلال القرائن الواضحة فإن رجباً هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين إنه رجب العلامات ورجب العلامات يكون في سنة قمرية هجرية زوجية في بدايتها تبدأ حركة السفياني لكنها لا تكون واضحة إنما يتضح أمر السفياني جلياً في رجب من تلك السنة في الأسبوع الأول في بدايات شهر رجب ورجب هذا هو رجب العلامات فإن السفيانية سيشخص حاله وكذلك اليماني سيشخص حاله والخراساني رجب العلامات فما بين أواخر جماد الثانية وبدايات شهر رجب تحدث هذه العلامة العلامة العجب لكنها ليست من العلامات الحتمية ونحن في ثقافة العترة نعلم علم اليقين من أن الوقائع التي هي بدرجة بدرجة المعاد هي التي لن يؤثر قانون البداء عليها لأن الله لا يخلف المعاد أما الوقائع التي قد تكون في مستوى الوقائع الحتمية فإن قانون البداء يتطرق إليها ولكن بدرجة أضعف بدرجة أقل من الوقائع غير الحتمية السفياني علامة حتمية اليماني علامة حتمية الخراساني علامة حتمية وكل هذه العلائم ستتحقق في شهر رجب في رجب العلامات في سنة قمرية هجرية زوجية تكون سابقة لسنة فردية التي هي سنة الظهور فإن صيحة ستقع في شهر رمضان بعد شهر رجب العلامات حيث ينقضي شعبان ويأتينا شهر رمضان في فجر اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان إنه يوم القدر وليلته السابقة هي ليلة القدر وبحسب الأحاديث سيكون يوم جمعة رجعة الأموات هي هذه التي يتحدث عنها أمير المؤمنين ويصفها بالعجب هذه الواقعة ستقع في النجف في مقبرة النجف يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جماد ورجب فقال رجل يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه لا تزال تعجب منه أي أنك تؤكد هذا العجب تؤكده دائما تتحدث عنه دائما وهنا أيضا في كلامه ابتدأ قوله يا عجبا وبعد ذلك قال كل العجب بين جماد ورجب هذا المضمون كان يردده أمير المؤمنين كثيرا وأئمتنا كذلك لأنهم يريدون أن يثبتوا في أذهان الشيعة عقيدة الرجعة الصغرى فضلا عن عقيدة الرجعة الكبرى يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه فماذا قال قال ثكلة الآخر أمه يشير بالآخر إلى الذين لا يؤمنون بهذا الذي سيتحدث عنه أمير المؤمنين ثكلة الآخر أمه وأي عجب وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء هذا هو العجب أموات يخرجون من قبورهم لنصرة إمام زماننا يضربون هامات الأحياء وأي عجب وأي حجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء فقال الرجل أن يكون ذلك يا أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحب يقسم أمير المؤمنين هل يقسم لنا لكي نصدقه هذا منطق أعوج إنه يقسم لكي يلفت أنظارنا إلى أهمية هذا الموضوع وَالَّذِي من أن الأموات سيخرجون من قبورهم في الرجعة الصغرى الذين محضوا الإيمان كي يضربوا النجفيين والكربلائيين على رؤوسهم ما هم من شيعة العترة الطاهرة إنهم شيعة البتريين شيعة البتريين ذهبوا إلى حسينياتهم وعرفوا من خلال الصور المعلقة في حسينياتهم وعرفوا هم من شيعة أي عجل من العجول البتريين والذي فلق الحبة الأمير يقسم والذي فلق الحبة وبرأ النسم كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوفة وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور إشارة إلى أن القوم كفار لا يعتقدون بالرجعة إشارة واضحة وهذا هو موقف مراجع النجف وكربلاء عبر القرون إما أنهم يتأولون الرجعة وإما أنهم لا يفقهون شيئا من أسرارها وإما أنهم يعتقدون أن الرجعة هي التي تحدثت عنها الروايات بخصوص الرجعة الصغرى ويصدرون الفتاوى من أن الاعتقاد بها ليس ضروريا الذي لا يعتقد بها لا يكون قد حصل خلل في دينه وأهل محمد يقولون من لم يؤمن برجعتنا فليس من أحاديث أهل البيت التي تذكر شرائط الإيمان أحد هذه الشرائط الإيمان بالرجعة برجعتهم الكلام هنا عن الرجعة الكبرى وإنما تأتي الرجعة الصغرى في حاشية الإيمان بالرجعة الكبرى يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة يأسوا من الآخرة إنها الرجعة إنها إنها الرجعة وإلا فإن هؤلاء يؤمنون بيوم القيامة مثلما يؤمنوا أتباع سقيفة بني ساعد فإن أتباع سقيفة بني طوس يؤمنون بالقيامة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار هؤلاء كفار لأنهم نقضوا بيعة الغدير والذي ينقضوا بيعة الغدير كافر مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير على مستوى التفسير وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى الفتاوى والأحكام على جميع المستويات الدينية والعقائدية والتشريحية يا عجبا يا عجبا كل العجب بين جماد ورجب فقال الرجل يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تحجب منه قال ثكلت الآخر أمه إنه الآخر الذي لا يؤمن بالرجعة وأي عجب وأي عجب يكون أعجب من أموات يضربون هامات الأحياء قال أنا يكون ذلك يا أمير المؤمنين قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة كأني أنظر إليهم قد تخللوا سكك الكوف وقد شهروا سيوفهم على مناكبهم يضربون كل عدو لله ولرسوله وللمؤمنين وذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأسى الكفار من أصحاب القبور في الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي من علماء الشيعة في القرن العاشر الهجري وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة في صفحة الرابعة والثمانين بعد الستمئة إنه الحديث الثاني بسنده عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه العجب 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 كل العجب بين جماد ورجب فقام فقام رجل فقال يا أمير المؤمنين ما هذا العجب الذي لا تزال تعجب منه فقال فقال ثكلتك أمك هناك فارق في الألفاظ وهو فارق يسير وأي عجب وأي عجب أعجب من أموات يضربون كل عدو لله ولرسوله ولأهل بيته إلى آخر ما جاء في الرواية الشريفة المضمون هو هو والكلمات هي هي مع اختلاف يسير إنما قرأت ذلك عليكم كي تعرفوا أن المضامين هذه تنتشر في كتب حديث العترة الطاهرة لا يحدثونكم بها أو أنهم حينما يتحدثون عنها لا يجيدون فهمها ولا يعرفون كيف يوضحون الأمور لكم لماذا لجهلهم بثقافة العترة الطاهرة ولبعدهم عن دين العترة الطاهرة هذه هي الحقيقة من الآخر قد يكون الكلام مستغربا عند البعض خصوصا الذين يسمعونني لأول مرة لكنهم لو تابعوا برامجي وطلعوا على الحقائق والوثائق التي هي بالمئات والمئات فإنهم حينئذ سيعرفون دقة مقصدي هذا هو كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جباير إنها الطبعة الأولى 1428 هجر قمري قم المقدس في صفحة التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة من حديث ينقله المفيد عن عبد الكريم الخثعمي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الحديث وإذا آن قيامه إذا آن قيامه إذا صار قيام القائم قريبا ولهذا قلت لكم من أن رجبا الذي تحدث عنه أمير المؤمنين هو رجب العلامات يمكن أن يحدث البداء فيه كي يكون رجبا في السنة القادمة في سنة الظهور فهذه العلامة إما أن تقع في رجب العلامات في السنة التي تسبق ظهور الإمام أو في رجب في سنة الظهور وإذا آن قيامه وإذا آن قيامه مطر الناس أي أن المطر نزل عليهم مطر الناس جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يرى الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم أين سيكون هذا في النجف في مقبرة النجف فهم سيخرجون من مقبرة النجف يتخللون سكك الكوفة كما قال أهمير المؤمنين يضربون هامات الأحياء من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء علي صاحب جيش السفياني موجود هناك موجود هناك ولكن ذلك سيكون في وقت قادم بعد أن يرسل السفياني جيشه إلى العراق صاحبه سيحط رحله في رحبتكم في رحبة الكوفة في رحبة النجف ثم يصدر بيانه من أنه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم هذا يعني أن النجف ما فيها أحد من شيعة علي إلا أن يكون متخفيا أما هذه الغوغاء الكثيرة من الناس فهؤلاء ما هم من شيعة علي هؤلاء سيبحثون عن الذين يشكون فيه أنه من شيعة علي كي يقطع رأسه ولذا فإن الأموات من الذين محضوا الإيمان سيخرجون إليهم من قبورهم سيخرجون إليهم وإنهم لا يخرجون إليهم قبل ذلك بحسب هذه الروايات فإنهم يخرجون في الوقت الذي يعرف أمر السفياني في سوريا إلا إذا حدث البداء في شهر رجب سيكون ظهورهم في رجب في السنة الثانية وهذا الكلام إنما أقوله من خلال القرائن المتوفرة في الروايات والأحاديث وإذا آن قيامه مطر الناس جماد الآخرة وعشرة أيام من رجب مطرا لم يرى الخلائق مثله فينبت الله به لحوم المؤمنين وأبدانهم في قبورهم الإمام الصادق يقول فكأني فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة الإمام يشير إلى الجهة التي كانت تسكن فيها قبيلة جهينة في الكوفة فالقبائل كانت كل قبيلة تأخذ منطقة خاصة بها الإمام يتحدث عن وقته عن أيام زمانه فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب أي عجب أعجب من هذا ولكن لا عجب أن يكون ذلك في العراق فأهل العراق غدرت فجرة غدروا بالعترة الطاهرة وسيغدرون بإمام زماننا ولذا فإن علاجهم من نفس مقبرة النجف من هناك يخرج الذين محضوا الإيمان كي يضرب هامات النجفيين والكربلائيين كي يضرب هامات شيعة العراق الذين عبر التأريخ خذلوا الأئمة ولا زالوا يخذلونهم حقائق دين العترة واضحة وواضحة جدا لجأن لكم بي أنا لا قيمة لي أنا ناقل للحقائق عدوا إلى برامجي وتابعوا برامج قناة القمر ستعرفون الحقيقة الواضحة ستعرفون الفارق الكبير يا أيها الذين تقولون نحن شيعة ما بين دين العترة الطاهرة وما بين دين المؤسسة البترية المرجعية الطوسية فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب الحديث عن الكوفة الحديث عن الكوفة الحديث عن النجف نحن لا نستغرب هذا الراية الراية الأهدى تأتي من اليمن عجب هذا إذن ماذا يفعل هؤلاء في النجف منذ سنة 448 للهجرة ماذا كانوا يفعلون ماذا يفعلون الراية الأهدى تأتي من اليمن والراية المهتدية تأتي من خراسان تأتي من إيران وشعة علي يفرون من النجف لأن رؤوسهم مطلوبة في النجف البتريون هم الذين يكونون في النجف إنهم مراجع التقليد الذين وصفهم إمامنا الصادق بأنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه والناس الغوغاء أتباعهم دققوا النظر في هذه الصورة الراية الأهدى تأتي من اليمن الراية المهتدية تأتي من خراسان أشياء علي يفرون من النجف صاحب جيش السفياني يحط رحله في رحبتكم في رحبة النجف يخرجون لقتال إمام زماننا بقضهم وقضيضهم إنهم فقهاء النجف الروايات تقول لست أنا الذي أقول شيعة العراق يبايعون السفياني بحسب ما حدثنا إمامنا السجاد في الوقت الذي يدخل فيه إمامنا الحجة العراق ويصل إلى القادسية القادسية قريبة من النجف الإمام قريب من النجف وشيعة العراق يبايعون السفيانية في النجف الروايات هي التي تقول هل لهم من علاج إلا أن يخرج عليهم الأموات كي يضرب هاماتهم العفنة هاماتهم البترية النجسة وهذا هو الذي سيجري هذا هو الذي سيجري فكأني أنظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب الأئمة يرسمون لنا صورا قريبة جدا انتبهوا إلى كلمات إمامنا الصادق وهو يقول فكأني أنظر إليهم هاهم وهاهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون شعورهم من التراب وماذا نقرأ أيضا هذا هو الكتاب المعروف برجال النجاشي اسمه الأصل فهرست النجاشي لكن مراجع الشيعة زوروا عنوانه لأن الشيعة لا يملكون كتبا فيما يسمى بعلم الرجال فزوروا هذا الكتاب الذي هو فهرست لأسماء المعلفين والكتب فسموه برجال النجاشي وهو فهرست لا علاقة له بعلم الرجال لا من قريب ولا من بعيد لأن القرآن يرفض علم الرجال ولأن العترة الطاهرة ترفض علم الرجال مطلقا وهذه الحقائق بيّنتها في برامجي وفي الحلقات المختصة بعلم الرجال هذا الذي أسميه بعلم القنادر على أي حال الكتاب يعرف برجال النجاشي وإلا فإن اسمه الأصل فهرست النجاشي بحسب ما هو معروف رجال النجاشي هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة النجاشي هذا توفي سنة 450 للهجرة في صفحة الثانية بعد العاشرة هذه ترجمة أبان ابن تغلب رقم الترجمة الرقم السابع أبان ابن تغلب من كبار أصحاب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إمامنا الباقر كان يقول له أجلس في مسجد المدينة وأفت الناس فإني أحب أن يرى في شيعة مثلك لما وصل نعيه إلى إمامنا الصادق قال عنه أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان أبان هذا كفي وليس من أهل المدينة لكن الإمام الباقرة كان يطلب منه إذا ما جاء من الكوفة إلى المدينة كان يطلب منه أن يكون في مسجد النبي وأن يتحدث للناس لأن الإمام يحب أن يرى الآخرون أشخاصا كأبان هذا في شيعة العترة الطاهرة هؤلاء حملة حديث أهل البيت الذي أريد أن أذكره هنا عن عبد الله ابن خفقة يقول قال لي أبان ابن تغلب مررت بقوم يعبون على روايتي عن جعفر عليه السلام مثل ما يفعل البخاري لماذا لم ينقل حديثا واحدا عن الإمام الصادقي صلوات الله عليه وما ترك ابن زانية وما ترك سافلا إلا وروا عنه وروا عن أشخاص لا وجود له لماذا لأن الإمام الصادق ما كان يضبط الحديث مررت بقوم يعبون على روايتي عن جعفر عليه السلام قال فقلت كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء إلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله ابن خفقة يقول هذه اللقطة التي أردت أن ألفت أنظاركم إليها لأن الكلام هذا في الكوفة فأبانوا من أهل الكوفة قال فمر صبيان وهم ينشدون ينشدون نشيدا صبيانيا فمر صبيان وهم ينشدون العجب كل العجب بين جماد ورجب أمير المؤمنين والأئمة لكثرة ما تحدثوا عن هذا الموضوع صار الأمر يعرفه حتى الصبيان جعلوه نشيدا ينشدونه وهم يلعبون في شوارع مدينة الكوفة فمر صبيان وهم ينشدون العجب كل العجب بين جماد ورجب عبد الله بن خفق يقول فسألته عنه سأل أبان ابن تغلب ما هو هذا العجب فقال لقاء الأحياء بالأموات لقاء الأحياء بالأموات إنهم الأموات في مقبرة النجف يخرجون كي يضرب هامات الأحياء من النجفيين والكربلائيين ومن سائر أبناء المدن الشيعية العراقية الذين سيكونون في النجف وكربلاء هذه أحاديث العترة وهذه أحاديث أصحاب الأئمة هذه الرواية جميلة عن سليم ابن أبي حية قال كنت عند صادق صلوات الله عليه فلما أردت أن أفارقه ودعته وقلت أحب أن تزودني أحب أن تزودني أن تحدثني بحديثك أن تعرفني معرفة عالية أحب أن تزودني فقال ائتي أبانا ائتي أبانا ابن تغلب لأن سليم ابن أبي حية كان يزور الإمام الصادق في المدينة وهو راجع إلى الكوفة فقال عليك بأبان فقال ائتي أبانا ابن تغلب فإنه قد سمع مني حديثا كثيرا فما روى لك فاروه عني هذه أحاديث العترة وهؤلاء كبار أصحابهم أمير المؤمنين غذى أهل الكوفة إلى الحد الذي الصبية يتراكضون في الأزقة وهم يرددون كلماته أنشودة أطفالية العجب كل العجب بين جماد ورجب فأين أنتم عن هذا يا شيعة النجفي ويا شيعة كربلاء أين أنتم عن هذا يا شيعة العراق هذه حقائق ثقافة العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر